ولان احنا في البرنامج ده عودناكم الحقيقة على ان احنا بتجلنا معلومات من داخل نظام السيسي فالمعلومات اللي وصلتنا انه في تقارير على مكتب السيسي تقارير امني من داخل المخابرات عن السيسي وادارة بايدن ومعلومات اخرى الحقيقة عن تواصل رباعي بين اسرائيل والسعودية ومصر وامرات ده كله بسبب رحيل ترامب خلالنا نشوف الاول المعلومات الاوانية انه تقرير امني من على مكتب السيسي بعد فاوز بايدن نشوف في الجراف ده المعلومات اللي جات لبرنامج مصر النهاردة نشوف كده من داخل نظام السيسي تقرير حول التعامل مع إدارة بايدن نشوف بقى في البداية المخابرات وسط السيسي بالبرنامج الآتي أبرز ما جاء في التقرير واحد الإدارة الجديدة بقيارة جو بايدن من المستبعد أن تفتح ملفات 2013 أو أن تطعن بشرعية الرئيس لأن كل تلك الأحداث كانت عبر إدارة الرئيس أوباما والتي كان بايدن جزء منها لكن من المتوقع استخدام تبعتها ورقة ضغط ده أول ما جاء في التقرير إلا على مكتب عبد الفتاح اتنين إدارة بايدن لن تتبنى ملف الإسلام السياسي ولكن قد تحاول استعادة المزيد الذي كان عليه الحال قبل 2011 إبان حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ثلاثة قد تعمل إدارة بايدن على تقييم المرحلة منذ 2016 وحتى الآن أربعة قد تتحدث إدارة بايدن في مستقبل الاستقرار السياسي بمصر والتداول السلمي للسلطة والتعديلات الدستورية الأخيرة خمسة قد تعقب إدارة بايدن على ملف الإعدامات بشكل كامل ستة قد تعقب إدارة بايدن على ملفة حقوقية وخاصة ملف السجون متضمنا للحبس الاحتياطي والقضايا التي قد تبدو سياسيا سبعة قد تفتح إدارة بايدن ملف صفقات الأسلحة الرسمي منها والغير رسمي وكذلك الدعم العسكري الذي تقدمه مصر للحلفاء خاصة دول الجوار تمانية قد تعقب إدارة بايدن على نشاط الاقتصادي للمشاست العسكرية في المجالات المدنية وخلي بالك من النقطة دي تسعة قد تفتح إدارة بايدن ملفات أو ملف الأحزاب والإعلام خطوات واجب اتخاذها خلال الفترة الجاية قبل المين الأخير ما يخلص تشكيل تيار سياسي معارض بقيارة حزب له تاريخ سياسي زي حزب الوفد ده اللي هما بيقولوا عمله يعني أعطاء مساحة مجتمعية وإعلامية تظهر الطيار بشكل واضح مع الاستعانة بأسماء ذات ثقل في العمل السياسي لهم قبول مجتمعي هما بينصحوا سيسي يعمل كده ثلاثة صناع الطيار إعلامي معارض ديكور يعني وإعادة النظر في تناول الإعلام للموضوعات المختلفة والتأكيد على أن يكون فيه تنوع وكذلك الاستعانة بكتاب لهم باع في العمل الصحفي أربعة استعادة النشاط الطلابي بالجمعة ودمجهم في الحياة السياسية بشكل متزن خمسة مراجعة كافة القضايا المتعلقة دون أحكام ومدد الحبس الاحتياطي واتخاذ ما يمليه القانون في تلك الحالات ستة فتح المجال الاقتصادي أمام الشركات الخاصة وتقليص دور المؤسسات العسكرية خلال تلك المرحلة ركز كويس أوي في تقرير المخابرات ده اللي اترفع للسيسي يعمل ايه عشان يعرف يتعامل مع بايدن ده اللي جاه في تقرير اترفع من المخابرات إلى عبدالفتاح السيسي اعمل الحاجات دي عشان إدارة بايدن نعرف نتعامل معاها لكن دول الست خطوات فتح المجال الاقتصادي خلي بالك ركز يوم قوي في معلومات تانية بقى وصلت للبرنامج مصر النهاردة غير دي ان فيه تواصل رباعي بين اسرائيل والسعودية ومصر فيه تواصل اهو سبع نياسي في وقف كل صفقات السلاح غير رسمية استعارة الدور المصري في ملف الفلسطيني بما في ذلك ملف المصالحة الفلسطينية تمن خطواتهم المخابرات بتقول لعبدالفتاح السيسي الحقيقة خدهم عشان نعرف نتعامل معا بايدن اؤكد تاني دي معلومات وصلت لبرنامج مصر النهاردة واحنا طلعين كمان فيه معلومات تانية لسه كنت بقول لكم عليها اللي هي انه فيه تواصل رباعي ما بين اسرائيل والسعودية ومصر والامارات ده كله بسبب رحيل ترامب وفايز بايدن المهم ان ابن سلمان ابدى استعداده لاعلان التطبيع مع السعودي الاسرائيلي فور تولي حكم المملكة خلال الفترة الحالية قبل ان يرحل ترامب واسرائيل متبنية نفس وجهة النظر خاصة بعد فوز بايدن لكن فيه طيار داخل المملكة العربية السعودية رغم انه الطيار ده مؤيد لابن سلمان الا انه الطيار ده بيرفض هذا المقترح حاليا وبيقول الطيار ده انه ده لو حصل هيزيد الامور تعقيد خاصة ان اي خطوة هيتم اتخاذها من الولايات المتحدة سواء في ملف جمال خاشغجي او ملفات حقوق الانسان في المملكة هيكون ابن سلمان طرف اول فيها ولو تم تنصيبه ملك وحسرت الخطوات دي هيضيع المملكة او هيضيع المملكة بالكامل وهيحط المملكة في حرك شديد ومشاكل قد تصل الى عقوبات دولية مشتركة طيب التحالف ده بقى عايز ايه؟ عايزين يعيدوا او يعني بيحاولوا يعيدوا مع ترامب ترحم حسم ملف قطر عسكريا بضمانات امريكية تضمن تحييد كل من تركيا وايران والقضاء على قطر بقطع اي دعم مادي يخلوا قطر تقطع اي دعم مادي عن تركيا وده هيؤثر حسب رأيهم على توسعتها بشكل مباشر وده هيساعد في تجميد نشاط حماس بشكل نهائي بعد ما ينقطع الدعم المباشر والغير مباشر عن حماس بعد ما يتم القضاء بالكامل على الدعم الاول لجماعة الاخوان المسلمين في المنطقة وانهاء اعلام قطر وقطع الدعم المادي عن اعلام تركيا الاخوان وتركيا واضح ان دي حلقة من حلقات تقليص دور تركيا السؤال طب ايه المشكلة موضوع انطرح قبل كده المشكلة نزل بقى العداد يا علي هنا المشكلة ان ترامب في الميل الاخير وترامب في الميل الاخير بيسمع يعني المشكلة اطرح ده قبل كده اه بس المشكلة دلوقتي ان ترامب في الميل الاخير في ال 67 يوم وبدأ يسمع كويس اوي للقصة دي السيسي عقب اعلان فوز بايدن هو اللي اخبر محمد بن زايد ان ده وقت عقد الصفقات مع ترامب قبل ان يغادر البيت الابيض ب 67 يوم السيسي كمان فكر ان التحالف المصر الروسي خلال الفترة اللي فاتت قد يشكل ورقة ضغط على الادارة الامريكية الجديدة انا قلت اللي عندي راجع بقى الحلقة دي في اليوتيوب بس قبل ما تراجع انت عايز ادلة على اللي انا قلته صح انا قلت لك ان هما عايزين يغضوا على قطر عشان يمنعوها عن الدعم لحماس او لتركيا عايزين يغضوا على الاعلام ده تمام قلت لك ان ده هيحصل او بيحاولوا يخلوه يحصل لان المرة دي ترامب في الميل الاخير في السبعة وستين يوم الاخرانين تعاني شو بقى ادلة اللي انا بقولك عليه ده اولا اللي بيحصل في الخليج خد بقى تقارير ادارة ترامب تتواصل قلت لك ده ده تتواصل مع جهات خليجية تمهيدا لعمل عسكري ضد ايران انا لسه ايه لك الكلام ده دلوقتي طيب خد الخبر التاني بقى انا قلت لك القضاء على قطر اتهامات للدوحة بممارسة التهديد لحماية امير قطر من مسؤولية دعم الارهاب كده جبت لك سيرة قطر اهو شو بقى اللي جاي التسخين ده تركيا ادي خبر بيكلم على السيسي من داخل راحل يونان بس عشان يقولك كلمتين دول توافقنا على محاسبة الدول التي توفر الملازل الامن والمنصات الاعلامية للارهاب حضرته طلع بطيارة رئاسية الى اليونان عشان يطلع يتكلم يسخن ضد تركيا